يحاول رئيس الحكومة الحالية مصطفى القاظمي حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل من خلال زيارته الأولى لكردستان العراق منذ توليه منصب رئاسة الحكومة وعلى الرغم من أن الزيارة تبدو في ظاهرها لحل المشكلات بين الطرفين إلا أن العديد من النواب أكدوا أنها لن تجدي نفع دون فرض سيطرة الحكومة في بغداد على المنافذ الحدودية في كردستان العراق وحل الأزمة المالية بين الطرفين النائب حسن خلاطي قال إن زيارة القاظمي لا تعد كونها محاولة لتهدئة الأجواء لسيما في ظل عدم تنفيذ أربيل لاتفاق النفط فضلا عن تأكيد كردستان العراق بعدم تجاوب الحكومة في بغداد مع مطالب كردستان العراق بخصوص حصتها في الموازنة اللجنة المالية النيابية أكدت من جانبها أن الاتفاق بين الحكومة في بغداد وكردستان العراق يبقى مرهونا بالتصويت على موازنة العام 2020 في مجلس النواب فيما أكدت أن أربيل حصلت على نحو 12 رليون دينار عن حصتها في الموازنة عضو اللجنة المالية النيابية عبدالهادي السعداوي أشار من جانبه إلى أن وزير المالية علي علاوي حولت رليون دينار إلى كردستان العراق بناء على طلب من القاظمي فيما اتضح أن الوزير كان مرغما على ذلك عندما لم يقدم أي إجابة قانونية عند سؤاله في البرلمان مؤكدا على أن حكومة كردستان لم تلتزم في المقابل بأي التزامات من شأنها حل الأزمة العالقة مع بغداد أما المراقبون فقد أكدوا استمرار المشكلات بين الطرفين لسيما بعد فشل جميع زيارات كبار مسؤول كردستان العراق إلى بغداد ومن ضمنها زيارة رئيس الحكومة نجيرفان برزاني ما يفاقم أزمات العراق المتراكمة مع كل حكومة جديدة